رسول الله سيد الأوفياء رسول الله في يوم مكة كان وفياً مع عبد حبشي إي وربي رسول الله يقول للعباس نادي على بلال ابن رباح فتعجب الصحب الكرام أسياد قريش حول رسول الله كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حول رسول الله فلماذا تسأل عن عبد حبشي فقال العباس يا بلال إن رسول الله يطلبك إن رسول الله يطلبك فشقت له الصفوف حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبيك وسعديك يا رسول الله قال تعالى لتصلي معي في صحن الكعبة الله أكبر لما لم تأخذ معك أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي لما لم تأخذ معك كبار الصحابة أو سادات قريش قال والله لا يصلي أحد معي قبلك إلا أنت يا بلال فتحجب الحاضرون من هذا المشهد ومن كلام رسول الله فقال النبي لقد رأيتك تعذب على رمضاء مكة وحدك وأنت تقول أحد 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله أيتوقف وفاء النبي لا وربي إنما قال يا بلال قال لبيك يا رسول الله قال اصعد على الكعبة اصعد على ظهر الكعبة لما يا رسول الله أذن عليها يا بلال فوضع أبو بكر من كبه ووضع الفاروق عمر من كبه فوضع قدما على من كب أبي بكر وأخرى على من كب عمر وصعد على ظهر الكعبة وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله فبكى الصحابة وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إن نزل بلال حتى قال النبي والله إن الكعبة عند الله عظيمة ولكن بلال عند الله أعظم من الكعبة إنه الوفاء إنه الوفاء موسيقى